فاكرين اردوغان لما كان في الانتخابات بيوزع اكياس شاي عالناس قبل اسطنبول قبل انتخابات بيوزع شاي رشاوة ما هو اخوان فكرهم واحد زيت وسكر وغيره ويكلموه لك مصر وبتاقينا كان عندنا رمضان كان عندنا رمضان وكان عندنا شنطة رمضان دي حاجة تاريخية عندنا او شنط رمضان قال لك بصد عشان انتخابات والاستفتاء وغيره واشتغلوا الاخوار وقصة هو كان في اسطنبول بيوزع شاي بعد ما خسر وقعت اسطنبول او غزوة اسطنبول شوفوا للشباب في تركيا عمل حاجة رائعة جدا وريني كده ابرهيب شغال هالي اهو ده ده اردوغان كان بيوزع شاي عالناس الشباب التركي ده مش احنا على فكرة الشباب التركي والكردي بعد الانتخابات بعد ما خسر الانتخابات قالوا ايه رجع ياخد الشاي من الناس تاني عملوها بالشكل ده بيرجع الشاي تاني وقفين قادر رئيس الدولة التركية السلطان العثماني واقفوا معاه الشنط بيحدف للناس الشاي وواقف من برا لكن بعد ما خسر الانتخابات عملوا كوميكس الولاد يعني وانه بيرجع الشاي تاني اهو بياخد الشاي تاني من الناس الترجامة اهو الترجامة كدهات يا ابن لك انت مخاب بحاجة يا ابن هاتها ده الكلام ده عملوا مين عملوا الشباب التركي في تركيا دلوقتي ان اردوغان رجع خادش شاي تاني اللي كان مديه رشوة للناخبين بعد ما ادولوا على دماغه وادولوا على قفاة في انتخابات اسطنبول ده جزء من رد فعل الشارع التركي والشباب التركي في السوشيال ميديا عليها